طويت صفحة الانقلابيين في مدينة المخى لكن جهود تطبيع الأوضاع في المدينة لم تتوقف والاستعدادات الأمنية مستمرة للتعامل مع التداعيات المحتملة في ضوء الأنباء التي تتحدث عن محاولات مستميتة لميليشيا المخلوع صالح والحوثي للعودة إلى هذه المدينة التاريخية من وقت إلى آخر يحاول الانقلابيون استهداف مدينة المخى بصواريخ أرض أرض لكنها تفشل في كل مرة في وقت تحتاج فيه المدينة إلى جهد موازن ومكثف لإعادة التأهيل وإنهاء مظاهر الحرب التي خلفتها أيام من المعارك في محيط هذه المدينة وفي داخلها الجيش الوطني والمقاومة يتواجدون في النقاط والتقاطعات وينفذون الدوريات الأمنية في مختلف أنحاء المدينة في وقت يمضي فيه المواطنون نحو استعادة الحياة الطبيعية في مدينتهم لكن هؤلاء الصيادين يتعين عليهم على ما يبدو الانتظار وقتا غير معلوم حتى اللحظة حتى يستأنفون نشاطهم في بيئة بحرية تعج بالتحركات العسكرية ويجري التعامل معها كمنطقة عسكرية مغلقة الحال هنا في عاصمة محافظة تعز يختلف قليلا فالقصف لا يكاد يتوقف على أحياء المدينة من مواقع تابعة لميليشيا الحوث والمخلوع صالح إلى الشرق من مدينة تعز فخلال الساعة الماضية استهدفت الميليشيا حي المجلية الواقع في جنوب المدينة والممتد عند سفح جابل صبر القصف هذه المرة لم يسفر عن ضحايا بشرية على ما يبدو لكنه ألحق المزيد من الأضرار في مساكن هذا الحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر